نفست الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية عدو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية للعيون بمنطقة السلام بالقاهرة وشملت القافلة تقديم الفحوصات الضقيقة للعيون باستخدام الأجهزة الطبية المختلفة وخدمات إعداد النظارات الطبية وذلك بتواجد أطباء وأخصائي بصريات أثناء تنفيذ القافلة في إطار قطة الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بمحافظة القاهرة القافلة تأتي ضمن مبادرة نحو صحة عيون أفضل للمصريين وتم خلالها فحص نحو 150 مريضاً وتقديم العلاج الدوائي لهم وتحويل الحالات التي تحتاج إلى الجراحات إلى الجهات المعنية نحن كهيئة مهتمين ببرامج صحة العيون ده برنامج مستقل بشكل عام نحن الهيئة متبنية مكافحة العامة قضية مكافحة العامة وده بنشتغل في المناطق الفقيرة المهمشة اللي ما فيش خدمات الرمض نحن النهاردة في منطقة الهيكستيب بفي إطار مشروع نحو صحة عيون أفضل ونحن كأعضاء في التحالف نحن النهاردة متواجدين عشان نقدم الخدمة المجانية للمستفيدين قافلة منتازة ده كثيرا جايين في موعدهم من الصبح أجهزة عمليات نظارات لا قافلة متكملة وإحنا حتى لسه نقعد مع الناس المسؤولين معاهم اللي احنا نعرض اللي احنا عايزين منهم معاد تاني للقافلة لأن احنا شفنا رد فقال كويس جدا للقافلة يتم تحويل الحالات التي يثبت إصابتها بالمياه البيضاء أو غيرها من الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المختلفة كل في تخصصه في إطار مواجهة المسببات الرئيسية لأمراض العيون والوقاية منها بنقدم خدمات للمواطنين اللي ما عندهمش مثلا تأمين صحي والكلام دوت نقدر نكشف عليهم ونديهم مقس نظار مثلا وفي حاجة في الشبكية أو في حاجة نقدر نحاولهم على المركز تواعنا يعملوا عمليات والكلام دوت وفي متوفر معنا أستاذ ألبير برضو بيكشف بيعمل لنا نظارات والكلام ده برضو بيبقى بسعر مخفض والكلام دوت برضو عشان الناس وكده كشفوا لي وكتبوا لي على نظارة وعلى أطرة والحمد لله يعني الكشف كويس والدنيا حلوة الدكتورة ربنا يبارك لها قالت لي أخذي الأطرة وعمل لنا نظارة وأنا بشتكي من عينها على طول المبادرة كويسة بالنسبة أننا نحن مش شايفها زحمة يعني بدليني أن الدنيا كويس يعني ونسبة لنا مستهبل كويس يعني وكشف مضيف يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في عام 2022 بمشاركة وعضوية عشرات المؤسسات والكيانات الخدمية والتنموية لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية بجميع أنحاء الجمهورية ترجمة نانسي قنقر